الاساس يعني والسؤال من الاخ عين ميم الف يقول هل اطالة اللحية وتقصير الثوب من الامور الواجبة في الدين ام هي من السنن وكثير يا شيخ يوسف يقولون بانها واجبة ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين فهو في النار انا اعرف ان هناك من يقولون بان اطالة اللحية واجبة وتقصير الثوب فريضة ولكني اخالف في هذا وارى ان اطالة اللحية سنة من السنن النبوية المؤكدة وهي التي تميز ما بين المسلم وغير المسلم ان كان كثير من غير المسلمين الان اصبح يطلقون لحاهم وتميز ما بين الرجل والمرأة وعلى هذا يعني يكتفى فيها بانها تميز من الرجل والمرأة ولو كان يعني ليس من الضرور ان يتركها لحد ما تبقى يعني ليس من الضرور لان بعض الناس يعني شعرهم كث جدا وكثيف ما بتبقى يعني لحيتهم هيجة فارى انه الانسان لكي يجمل نفسه ان الله جميل ونحب الجمال لا مانع ان يأخذ من طولها وعرضها حتى تبدو لطيفة ومهزبة وشكلها يعني مريح من ناحية اخرى انه الاطالة الثوب او جاء فيه احاديث عندنا صلى الله عليه وسلم اسبال الازار وانه اسبال الازار ده من الكبائر والعياذ بالله ولكن الاحاديث يجب ان يأخذ تأخذ كلها مجتمعة يعني نضم الاحاديث بعضها الى بعض حتى نحسن فهمها لا يجوز ان نأخذ حديثا وحده مثل الحديث ده انما اسفل من الكعبين فهو في النار جاءت احاديث اخرى تدل على ان هذا الوعيد خاص بمن فعل ذلك خيالا يعني اختيال وفخر واستكبار على الناس كان هذا شأن العرب في الجاهلية انه يرى انه من مظاهر العظم والفخر والثراء والغنى انه يجر ازار جرا كده يعني فهذا من فعل ذلك خيالا فهو في النار والعياذ بالله الا ان يتوب الله عليه ويغفر له ويشفع فيه شافعا فالحا فالحديث اسفل من الازار يعني انما انما فعل فالذلك من باب العادة او العرف او الناس اصبحوا يطولوا السياب فطول معهم فهذا يعني ليس مما ورد فيه هذا الوعيد الشديد الهائل وان كنت ارى ان المستحب للمسلم انه يقصر سيابه ويخرج عن الخلاف ما امكن ذلك بس ما يقصروش تقصير يعني شديد مع الحاجة الى التطويل انه ارى بعض الاخوة في البلاد الغرب يعني طيب انت دي بلاد بردة محتاج لازم تلبس طويل فتقصر معناه فيلبس منطلون تحت السبط ايه الفايدة اللي عملتها يعني مدام